خزت انفجارات عنيفة صباح اليوم مدينة مأرب بقصف شنته ميليشيا الحوثية على مناطق متفرقة في المدينة لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا لكنه أحدث حالة من الرعب أوساط المدنيين للمزيد حول هذا الموضوع وحالة الرعب التي عاشتها المدينة معنا هنا أحد المواطنين يحدثنا كيف تبدو اليوم المدينة في هكذا وضع بينما كان المواطنين المتجنين لأعمالهم والطلاب للمدارسهم المدينة مليئة بالحركة والحياة تتالت ثلاثة صواريخ على المدينة هزت في أماكن متفرقة الحمد لله لم يسقط ضحايا الميليشيات كعادتها كلما سحقت أنساقها وعناصرها في الجبهات تلقى لإرهاب المدنيين في المدينة وفي المخيمات وتنتقم من الأطفال والنساء هل هناك تفاعل من المنظمات؟ هل هناك ما يمكن فعله للحد من هذا القصف الممنهج للمدنيين؟ هي ليست المرة الأولى التي تقصف الميليشيات المدينة هي منذ سنوات تستهدف المدينة بالصواريخ الباليستية والمقضوفات والهدف منها هي إحدى أساليبها لإرهاب المجتمع المنظمات منذ سنوات لم يصدر إلا ما البيانات التي هي على خجل وبدون تحديد الطرف المرتكب للقرائم وشاهدنا كيف أحرقت الطفلة ليان ووالدها وأطفال كثر ونساء واستهداف مقيمة النازحين لم نرى إلا بيانات لا تليق بالمنظمات التي تزعم أنها تدافع على الإنسانية بيانات ركيكة يعني في الأغلب تخدم الحوثي أكثر مما تدينه إذن شكرا لك مشاهدين الكرام تعد الصواريخ بالنسبة للميليشيات يدها الطولة التي تصل إلى المدنيين خصوصا بعد فشلها في الوصول إلى مركز المحافظة من خلال عملياتها العسكرية ومحاولة التسلل التي تشنها في الأثناء بحسب مصادر عسكرية في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب خليل الطويل قناة بلقيس